السلام عليكم متابعي قناة ZNNSoft هذا الفيديو سيكون مختلف تماما عن الفيديوهات السابقة ونظرا للطالبات الكثيرة التي توصلت بها عبر الواتساب والتي تقول العديد من الأشخاص يعانون عندما يريدون أن يرفعوا الفيديو الخاص بهم إلى اليوتيوب يعني يجدون أن الفيديو حجمه كبير جدا لهذا سأقوم في هذا الفيديو بشرح تطبيق جميل جدا يقوم بخفض وزن أو حجم الفيديو مع الحفاظ على الجودة وهذا أهم شيء وهو الحفاظ على الجودة مع حجم صغير جدا إذن سأريكم في هذا الفيديو إن شاء الله هذا التطبيق وسأقوم بشرح الإعدادات المناسبة لكي نحافظ على الجودة وبحجم صغير جدا هذا التطبيق موجود هنا الذي أشتغل به أنا شخصيا وهو هنا لديه بالنسخة الكاملة أو النسخة المدفوعة يعني ليس الموجود في جوجل بلاي الموجود في جوجل بلاي هو تطبيق مجاني يعني ليس مثل هذا التطبيق إذن لمن أراد هذا التطبيق النسخة المدفوعة سأترك لكم رابط أو عفوا سأترك لكم رقم الواتساب في الفيديو إذن كي لا أطلع عليكم سأبدأ بشرح هذا التطبيق أول شيء نضغط هنا على إمبورت وقبل ذلك إذا أعجبك هذا الفيديو إن شاء الله بالطبع بعد أن تشاهده لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بالجديد ولايك أو إعجب لي الفيديو وترك تعليق محفز أو أي تساؤل وسأجيب عنه إن شاء الله إذن نبدأ على بركة الله نضغط هنا ثم الآن نختار الفيديوهات التي تكون لدينا هنا الفيديوهات كاملة تكون لدينا هنا أو يمكن أن نختار من هنا للذهب مباشرة إلى المجلد أو الدوثي أو فولدر على حسب اللغة نبحث عن أي ملف أو عن أي فيديو إذن نختار من هنا نختار مثلا هذا الفيديو نضغط عليه ويمكن أن نختار من هنا هذه الخانة تحت هنا تحت يمكن أن نختار الكل يعني يمكن أن نختار الكل نضغط عليها كما تشاهدون اختارنا الكل المهم نضغط عليها مرة أخرى لكي نزيل الاختيارات إذن نختار أو يمكن أن نضغط هنا مثلا نختار واحد ثم نضغط هنا نختار اثنين أو الفيديوهات التي نريد وهناك يعني سيكون هناك اختلاف عندما نختار أكثر من فيديو وعندما نختار فيديو واحد عندما نريد أن نقوم ضغط الملف أو الفيديو إذن سأقوم بالشرح عندما نختار مثلا نختار مثلا فيديو واحد وهنا نضغط مباشرة على وبعدها سأقوم بشرح عندما نختار اكتر من فيديو. اضغط على هنا بالاحمر. وساقوم باشترح الان. اذا عندما نختار هنا سيمكتب هنا لدينا يعني ملف صغير. ها هي او يعني هنا الارتفاع والعرض. كما تشاهدون ولكن لدينا هنا اللغج فايل. وهنا يعني نفس الحجم او نفس الارتفاع والعرض. اه للفيديو الذي اخترناه ها هي ستجدها دائما هنا يعني نفس يعني عدم تغيير الارتفاع والعرض. وهنا عندما نختار الجودة تجد هنا يعني جيدة وهنا هنا سيتأخر في عملية ضغط الملف. لكن اهم شيء هنا هو هنا. في هذه نضغط هنا على مهمة هذه. مهمة هذه نختار هنا. لهنا تجد الفريم ريت. هذه مهمة جدا. لدينا هنا تلاتين. يمكن ان نختار وستجد دائما اوغيجينال امام الرقم الذي يكون الرقم الذي يكون عليه الفيديو الاصلي. هنا لدينا تلاتين فريم ريت يعني تلاتين صورة في التانية. يعني اذا اردنا ان نقوم بتصغيرة نضغط هنا على اطنع اه اربعة عشر او اثنى عشر. لكن اذا كنت تريد ان ترفع الفيديو على اليوتيوب يجب ان تضع دائما في ثلاتين هنا. هنا نأتي الى الكواليتي او الجودة. هنا لدينا ميديوم يعني متوسطة. نطرقها متوسطة. وهنا لدينا الريزوليشيون. الريزوليشيون. اذا نضغط عليها. هنا اه سبعمية وعشرين او سبعمائة وعشرون بي تعني اش دي. يعني جودة عالية الدقة. وهناك الف وتمانون. ليست موجودة في هذا الفيديو. ولكنها ستكون موجودة اذا اخترت فيديو. يعني يكون فول اه اش دي. فول اتش دي او جودة عالية الدقة. ولكن ذائد قليلا في الجودة. هنا لدينا هنا اه اربعمية وثمانين. اذا كنت تريد ان ترفع الفيديو. على اليوتيوب دائما على الاقل. يجب ان تضع اما سبعمائة وعشرون او الف وتمانون. وانا افضل سبعمائة وعشرين. المهم. نأتي الان الى هذه هنا. هنا تجد دائما تكون سأنا نضع هنا مئة بالمئة هنا. اذا نقوم بتحريك هذا الزر. لنضع مئة بالمئة. ونأتي الان الى اهم جزء هنا. وهو لكي نحافظ على الجودة. وهو البيتريت. السر كله موجود في البيتريت. هذه هنا. اذا هنا لدينا بما ان هذا الفيديو مضغوط من قبل. يعني حجمه صغير. قمت بدغطه من قبل. ستجد هنا مئة وواحد وستون. ويمكن ان تجد. ولكن عندما يكون الملف كبير جدا. وخاصة عندما نقوم بالتصوير من آآ كاميرات الهاتف. ستجد هنا اكتر من الفين او الف يعني اكتر تقريبا اكتر من الفين او ثلاثة الاف. وهذا هو السر في ان حجم الفيديو يكون كبير جدا. كل ما علينا فعله هو ان نختار آآ قيمة هنا. نقوم بتحريك هذه لنختار القيمة. التي يجب ان نضعها في الفيديوهات التي سنرفعها على اليوتيوب. يجب ان تكون تقريبا بين ثلاثمائة وثلاثون وثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثين. او يمكن احسن شيء هو ثلاثمائة وتلاثون تقريبا. لانها تحافظ على الجودة بشكل جميل جدا. هنا عندما نضغط على هذا الزر هنا يعني لكي نقارن بين الجودة الاصلية والجودة التي يعني قبل الضغط والجودة الجودة الاصلية والجودة جودة الفيديو الذي سنقوم بضغطه لنقارن الجودة. المهم وعندما ننتهي من الخيارات ومن ضبط جميع هذه الخيارات نضغط عند الانتهاء نضغط على كومبريس. انا لن اضغط على كومبريس هنا فقط لكي اشرح لكم لان هذا الفيديو اصلا مضغوط. المهم نقوم بالرجوع. الان ساقوم بشرح عندما او مثلا عندما نختار مثلا اكثر من فيديو. نضغط هنا. ثم نضغط هنا ايضا. مثلا نختار اثنين يعني نفس الشيء الذي سيطبق على اثنين او الذي سيطبق على ثلاثة اكثر. المهم نضغط هنا على كومبريس نفس الشيء كما شاهدنا في الطريقة الاولى. لكن الاختلاف سيكون هنا. الاختلاف سيكون هنا ستجد ان البيتريت ستصبح هنا بالنسبة المئوية لان لدينا هنا اكثر من ملف. اذا النسبة المئوية وهذا مهم جدا. اذا في هذه النسبة المئوية. سنختار دائما يمكن الاختيار هنا تقريبا ثتة وتلاتون. يعني بين تلاتة وتلاتين وثتة وتلاتين. واحسن اختيار مثلا نختار المهم بين تلاتين واربعين. واهم شيء هو ثتة وتلاتون. اذا ثتة وتلاتون اهم جزء. اذا ثتة وتلاتون في المئة. مهمة جدا هذه القادية حتى نحافظها على الجودة. على جودة الفيديو مع حجم صغير. هنا مهمة هنا سندغط على لكي اقوم بشرح هذه مهمة. هنا يقول لك يعني سنستخدم يعني الفيديو الذي اه الفيديو الناتج الذي سنحصل عليه بعد الضغط او الفيديو المضغوط سيكون لديه نفس اه اسم الفيديو الاصلي. هنا لدينا ديليت اوديو. عندما نقوم بالضغط هنا يعني سنحصل على فيديو بدون صوت. وهنا هاي كواليتي اوديو. عندما نضغط عليه هنا سنحصل على الصوت بجودة عالية. ولكن هذا يعتمد على الصوت الموجود في الفيديو اصلا. ان كان الصوت في الفيديو ضعيفا او مشوشا سيبقى مشوشا. لان هذه ليست اداة سحرية. وانما فقط تساعدك على عدم ضغط الصوت. يعني اذا كان الصوت جيدا وقمنا بالضغط هنا سيبقى بنفس الجودة. المهم وبعدها نأتي هنا الى اخر الخيار نضغط على ستارت. وبعدها ننتظر فقط. اذا لن اقوم بالضغط عليه فقط لهذا الفيديو للشرح. اذا الى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذا الفيديو المهم جدا. والذي طلبه العديد من المتابعين الذين يعانون عندما يقومون برفع الفيديو الى اليوتيوب. المهم اذا اعجبك الدرس او هذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بالدروس الحصرية والفيديوهات الحصرية كذلك. ولا تنسى ايضا التعليق او ترك اي تساؤل. وسأترك لكم الواتساب في الفيديو بالطبع. لمن اراد ان يحصل على النسخة. المدفوعة من هذا التطبيق. شكرا الى دروس اخرى وفيديوهات الحصرية اخرى ان شاء الله.